السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنشارك معكم البط بغيزة او العجي المورق اللي تقدروا تستعملوها للمالح والحلو ففي هذا الفيديو شاركت معاكم بها الكيش بالدجاج واليميني طاقتولات بلا كريم باتيسيار نتمنى تتبعوا الفيديو و هنا لإعجابكم نخليكم مع الوصفة عندي هنا 500 جرام ديال الدقيق الأبيض مع 250 جرام من زبدة بدرجة حرارة المطبخ جوج صفر ديال البيض كاسد الماء بارد مع القاة صغيرة ديالملحة و مع القاة صغيرة ديالسكار سانيدة غادي نخلط الملح والسكار مع الكاسد الماء اللي ما خصو يكون بارد غادي نخلط معاها الملح والسكار و نردو لت اللاجحة نبغيز تعملو هناليا غادي ندوز نرمل الزبدة و الدقيق ديالي كما شتو الزبدة دائما كتكون نصف الكمية ديال الدقيق فغادي نرمل الزبدة غادي نغرب الدقيق و نرمل الزبدة ديالي مع ديك الدقيق برؤوس الأصابع حتى نحصل على واحد الزبدة مرمله و كلها من البثالية بالطحين هناليا غادي نفرغها في سطح العمل كيف ما كتشوفو الزبدة ماشيت عجلوها مع الطحين فقط ترملوها غادي نوضع واحد الحفرة في الوسط انا اخد سفارد البيض و نجيب الماء اللي عيراني حاطها في تلاجة نخلط مع هذك السكر و الملحة نخلط مع السفارد البيض بش ينسى جملية بالزربة مع الطحين و الزبدة كما كتشوفو غادي نفرغوا في ذاك الحفرة و غادي نضيف الكمية اللي بقات لي ديال الماء كما كتلكم الماء خصو يكون بارد صاف هنا غادي نبدك نجمع العجينة ماد الكوش العجينة اطلاقا العجينة فقط التجمع غادي غير تجمعوها كما كتشوفو في الصورة غادي نغطيها بواحد البلاستيك و نجمعها بواحد البلاستيك و نخليها غادي نغطيها بواحد البلاستيك و نخليها في تلاجة ليلة كاملة انا خليتها ليلة كاملة يلا كنتم زروا بيعليها خليوها على الاقل اربعات يالسوايع باش تجيكم سهلة في الخدمة حلقة نقصم العجينة باستيك جبتها نغطيها بقبحة لك حيث هي بط بغيزة مئوم مطنكة تجي مورقة تجي رائعة نقصم العجينة باش تجي نيسهلة في الخدمة نرشوا واحد شوية ليتقى في سطح العمل و نبدأ نطلق العجينة باستيك ولكن ستتلق معكم بسهولة العجينة تلقوها مشكون شرقيقة وشعة وضغليظة كما كتشوفوا هنا هاد السمك اللي عندي غادي نجمع العجينة ونحط ليمون اللي غادي نسرجح فوقهم العجينة كما اشتوا عندي هنا يا غادي نطلق عليهم العجينة ونبدأ نقطع تقدروا تديروا قالب كبير يلا بغيتو كيبقى لكم الاختيار صافي حنا ياختكم تبدو تبركو على ذاك الجوان باش ياخدوا الشكل دي القالب ونكمل حتى تنسى ليقاع هاد ليمون اللي عندي شوفوا معاية تبارك الله الكمية اللي اعطتنا يشحل من بعد ما خليتهم فتلاجة واحد نص ساعة خادي ندوس دابا باش نطيبهم راني شعلت الفرانس خن خديس بابي كويسون قطعتو دواور درت فيهم شوية دي القطنية باش ما يطلعو ليش ويتنفخو واخليتهم يطيبو فهادو طيبتهم طيبة كاملة حيتاش غادي ندير بهم ليميني تختولات وهادو طيبتهم غير نص طيبة حيتاش ما زال غادي نردتهم يطيبو فاش نعمرهم هادو ليكيش اما ليميني تختولات فراني طيبتهم مزيان شوفوا بيدا راكيت حيدو بسهولة من اللي مولة غادي ندوز نحط العمارة دياللي ميني كيش فغادي نحتاج هنايا البصلة كبيرة مش لطا 200 جرام ديال صدر الدجاج او للادان عندي زيتون خضر عندي الموزاريلا توابيل حسب الضوق المعدنوس بالنسبة للاباغايا كيش فغادي نحتاج لدانو المسوس زوج فرماجات ملحة طريطة قديل الخميرة بيضاء ونديم علقة صغيرة ديال النشا غادي ندوز نشحر البصلة من بعد ما تشحرات غادي نضيف ليها الدجاج والتوابل بالاخير غادي نضيف المعدنوس ونطفع على النار بالنسبة للاباغايا كيش فكما كتشوفو خذية بيضاء غادي نزيد عليها النص علبة ديال هاد الياغورت فانستعملت كمية قليلة ديال الحشوة لهذا استعملت غير نصف الكمية ديال الاباري تقدروا تدوبلوها غادي نضيف الملحة نشال الخميرة والفرماج نشال الخميرة والفرماج غادي نخلط مزيان مزيان هاد العناصر حتي نسجمو لي جميع ونضيف ليهم الخالق ديال الجاج والبصلة شوفو را خليتو حتي تعليك مزيان راك يعطي واحد اللدة يا سلام خليوه يتعليك كيما كتشوفوه وضيفوه على الاباري ديالكم طبيعة الحال راه بارد ونضيفوه الزيتون حتي هوه ونخلط هاد المقادير كاملين غادي ندوز نعمر لي طاقت كما كتشوفوه غادي نعمرهم بحالك تقريبا معلقة كبيرة في كل وحدة حيتاش نديرها الحجم صغير غادي ندوز دابايا ندير عليهم شوية ديال الفخوماج قدروا تديروا فخوماج غوج ولا فخوماج مودزاريلا او اللي متوفر عندكم سافي هنا غا ندوز نحضر الكريم باتي سياغ عندي جوج كسانة الحليب جوج فاني جوج معالك كبار سكار وجوج كبار دياله كريم باتي سياغ واحد خمسة ديال المعالق او خمسة ديال الشوكولة انا اخد الحليب نخلط معه سكار النشا والفاني عفوا لكريم باتي سياغ ولكن لما توفرتش عندكم لكريم باتي سياغ تقدروا تديروا النشا غادي نخلطهم على البارد مزيان ومن بعد نوضعهم فوق النار مع الاستمرار في التحريك فاش يبدو يعقادو نضيف ليهم دك القيطاع ديال الشوكولة البيض من بعد فاش يحقاد غادي نفرغوا في واحد الإناء غادي نغطيه بالبلاستيك ونخليه في تلاجة واحد جس وايه حتى يتماسك ليه مزيان من بعد ما خليته ساعتين من المقانة شوفوه ستماسك عندي مزيان مزيان غادي ندوز نخلطه بحالكة بواحد الفوي او لاتطرة بالكهربائي حتى نحصل على الكريمة لينة هذا هو القوام اللي نحصل عليه نعمر لي ميني تاقطة ديالي كناخد لي تاقطة ديالي كنعمرهم بواحدة المعلقة كبيرة تقريبا ديالا كريمة باتيسيار ونزوقهم بالفواكه زوقوا بالفواكه اللي متوفر عندكم كيبقادكشيه لحسب التوقع وحسب الرغبة ديالكم نعمرهم بواحدة المعلقة كبيرة تقريبا ديالا ترجمة نانسي قنقر نحن نحن بشوية ديالنا باش يعطيني اللي المعه يعطي واحد المعه وكيجي واحد اللي يميني تاقطة لاتغزالين تبارك الله نتمنى انكم تجربوهم وتجربو هاد الابط اللي غتنفعكم بزاف خصوصا في الشهر الفاضي غادي تستعملوها المالح والحلو وبحال هكا غادي نكون ساعدة الفيديو ديالي يوم كما كتشوفو هنا ليميني كيش بالجاج والزيتون وليميني تاقطة لاتبلا كخيم باتيسيا والفواكه غنقول لكم السلام عليكم و الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة